السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبا عاملين اين؟ نرضى ان شاء الله هنفرز مع بعض الخضرة طريقة سهلة ومبسطة وجميلة جدا نسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم والله وصلى وسلم على سيدنا محمد وآله واصحابه وسلم حبيبا انا جبت للخضرة وطبعا ما اعطاها شواية في مياه بس ما تنقعهاش وتحط معها الخل لو نقعتها وحطت معها الخل هتتهلم منك انا عايزة يا ما انت عايزة قدي نص ساعة ساعة في مياه بس وهتخسلها كويس او بعد كده نقعتها 3 دقيقة 5 دقيقة بكتير بالخل وطبعا انا بيتفقل بالتلاجة في مصفى نشفت منها المياه خالص اه وطبعا تنقعها كويس او فطبعا اش هتأكد ان فهاش نادا خالص هحطها في قلب فوتا قد 10 دقيقة كده ربع ساعة هلفها عليها الفوتا واسبها شوي ونرجع بقى نشوفها معها نشفها حلوة خضرة ازاي بس برضو التأكيد عشان قشفها نادا لان كل ما نفهاش نادا ولا مي خالص زي السر نجاح الخضرة مثل الفرزها في الفيزر هنعمل ان شاء الله طريقتين كويسين طريقة تشيلها في التلاجة تستعمليها لصلاة او اي حاجة وطريقة تشيلها في الفيزر انا كلا سابتا نصف ساعة طبعا نفهاش نادا قدامك وخلص يوم نشفها خالص هنالطريقة الاولى ان احنا نعملها مع بعض طبعا هجيب حبة حبة خرطها ولو انت حبيت انك انت الخضرة تشيلها برضو للمحشي هقولك تشيلها ازاي ان شاء الله هنجيب طبعا حبة خضرة وحنخرطهم الا بالنسبة لخضرة بتاعت المحشي لو خرطيها وعايز تشيلها في قلب التسبيكة تكون جاهزة عندك لما التسبيكة تيبرد خالص كأنها مطلعة من التلاجة تروحي مخرطها وحطيها على الصصم وقل بها ده سر نجاح الخضرة في قلب التسبيكة لكن لو انت حطتيها حتى لو التسبيكة دافية الخضرة بتتلسع وبصي تلاقيها اللون اسودة عطول في قلب الصلصم خرطتها بقى التخريط اللي انت عايزة خرطي حبة حبة كده وحخرطها كملة كلها عشان ما اطولش عليكم الفيديو ونشوف مع بعض هنعمل اول خطوة ازاي الخطوة اللي انشيلها في قلب التلاجة هتقعد من عشرة شام لأسبوعين تبقى جميلة جدا نستعملها للصلطة او لأي حاجة بصي نشفة وجميلة ازاي هكملها بقى ونشوف هنعمل اول خطوة ايه هكمل ده ورجع لبقى انا كملتا و بصي نشفة وخضرة وجميلة ازاي انت عارفين الخضرة بتاعت الشيتة بتبقى حلوة تبقى كتيرة السيف ييجي بقى وتبقى عودين تعدين ممكن لنا عندي الخضرة العود قد كده والحزم مفايش فدي فرصة انك انت تتخزينيها وتشير ايه على قد ما تقدرها كده كده احنا بنستعمل اي حاجة برضو بنحب نزود الخضرتين انا كده حطيت اول شوية اي علبة عندك سواء ازايز او بلاستيك حطينا اول حبة خضرة بس تحط المنديل ورق وحطينا منديل ورق تاني ونحط خضرة طريقة دي والله يا جماعة جميل جدا جربوها اقول رأيكو ايه طبعا بعد كده مش هنقفل بالغطا عطول لا حنحط منديل ورق لان لو حطيت الغطا برضو الغطا هيعرق وحيندل الخضرة وحبثت لقى بزيت منه في المنديل الورق ده لو اي ندى في قلب الغطا حيشرب وتفضل برضو الخضرة زي ما هي طازم نكامل بقى احنا هنشيلها في قلب اللي كاس في الفريزر هنجيب كيس وتحط في شوية خضرة انا جايب حبة خضرة زغيرة عشان بس فرزة معاكو لكن انا بعمل اكتر من كده تحط ست كيس اربعة كيس هتنفعك مش هنستكفى ان احنا نحط دي في المحشولة في اي حاجة لا انا بحب ان يكون مخزنة خضرة وزود عليه بس ما يجيب حزمة غير ما يجيب بالعشر حزم كأنهم حزمة واحدة كده انا عملت كيسين معاكو هون طبعا نشفى خالص يا زي ما انتوا شايفين هنقفل بقى الكيس اقفلي زي ما انت عايزة اقفلي بالسكينة زي ما انت عاودين نقفل وتربوطيه لانا هعمله الطريقة كده كويسة بالنها اي ان انا مربوطش الكيس وفي نفس الوقت الكيس كأنه مقفول خواس خرج منه الهواء كوي كيس قوي عايزة بقى تقفلي الكيس تطبق كده سهل وتشيله براحتك لكن انا هخرج منه الهواء خالص وحاول ادخل الكيس جوه ادخل نص كده كأنه نص كيس بس كده بقى تقفليه من غير ما تعود تقفلي بسكينة وفي نفس الوقت خرجنا منه الهواء وقفلنا كويس عايزة تحطي كده وتحطي جوه كيس تاني مفيش مشكلة بس دي اسرح حاجة واسهل حاجة يا رب ان شاء الله تعجبكم متنسوش بقى اللايك والشراق ونتقابل في اكل جديدة من اكلت تيتانونة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا 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 شكرا